السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله لسه مستمرين في مفارش السرير القطع الوحدة ومعانا غرزة جديدة من اشكال غرزة ازجزاج تصلح لعمل مفرش سرير او مفرش للصفرة او كمان سطارة وممكن نستخدمها في الملابس اتمنى يا رب انها تكون سهل وبسيط عليكم وكمان تنول اعجبكم. تنسوش ازا اعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة نقدر نشتغلها بلون واحد او بخيوط شنجعة او نقدر نشتغلها بمجموعة الوان زي ما انتو حابين التدريجات اللي تختاروها. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمكة مع ابرى رقم تلاتة ونص مليميتر. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم اتنين وتلاتين وبعد ما بضعها في اتنين وتلاتين اكتر من مرة بزود سلسلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية عشان ابتدي اشتغل هبتدي اكون بقى مجموعة من السلاسل هنعمل المضاعفات مرتين لكن انتو تقدروا تعملوا المضاعفات اكتر من مرة طبعا على حسب عرض السرير اللي انتو بتشتغلوا. بنشتغل المساحة على اساس عرض السرير والطول بيكون هو المكان اللي احنا ايه? الارتفاع اللي احنا بنرتفع. هسيب مسافة من الخيط حواري عشرة سنتي. انا بالنسبالي لو هشتغل دلوقتي بس كموديل بس بشرحه وحسيب مسافة بسيطة ايه وهاشتغل. لكن عشان انتو طبعا بتعملوا المفرج بنسيب عشرة سنتي نقدر بعد كده بابرة التنظيف آآ ننظفه وندخل الحلقات دي ايه? الخيط زيادة دا حتى الحلقات والسلاسل والغرز اللي موجودة عندنا. هلف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في روئدة البداية. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابر حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم باسم حتو اتشتغل. اخرج من الحلقة دي باسم الله واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خますة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة عشرة. احداشر. اتناشر. تلتاشر. اربعة عشرة. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين. ارجع تاني اقرر الاتنين وتلاتين مرة وتلاتة وعشرة ومية لغاية ما اوصل للمأس اللي انا محتاجها. طيب هكرر كمان اتنين وتلاتين وارجع لكم نشوف هنشتغل ايه مع بعض. كده اشتغلت مرة كمان من المضاعفات اتنين وتلاتين وزي ما احنا شايفين اهو. ببتدي بعد كده في النهاية خالص بزود سلسلتين بس واحد اتنين. هسيب من السلاسل دي ايه عشان ابتدي اشتغل. ابتدي نشتغل اول سطر بغرزة العمود بلفة. بسيب واحد اتنين تلاتة وباروح لرقم اربعة ابتدي اشتغل عمود بلفة وهعتبر تلات سلاسل دول هما اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة الاولى. ازاي بشتغل العمود بيكون عندي على الابر حلقة بلف لفة واحدة لانو عمود بلفة واحدة اصبح معي حلقتين. بروح للحلقة الخلفية ادخل اسحب الخيط واخرج. معانا تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين. بتبقى معي حلقتين بلف الخيط واخرج منه. الاكيد عندي واحد اتنين. الغرزة اللي بعدها رقم تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتماشر. تلاتتاشر. اربعتاشر. بعد ما اشتغلت اربعتاشر زي ما احنا شايفين غرزة هنبتجي نكون زاوية. الزاوية اللي احنا هنكونها هتكون لفوق ولا لتحت هتكون لتحت في البداية. يعني من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هنا هسيب بقى بس من تحت ايه هلف الخيط على الابرة لاني هروح اشتغل عمود على طول فين. هسيب من تحت بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة. واروح ابتدي اكون اربعتاشر عمود جايين على اربعتاشر غرزة جاي. دي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتة عشر اربعتاشر. هبتدي بقى اكون زاوية جديدة بس الزاوية المراضي مش هكون لتحت لأ هتكون لفوق. من فوق هاخد تلات سلاسل مسافة. واحد اتنين تلاتة. خلف الخيط على الابرة. من تحت مش هسيب اي فراغات. هروح انا كده دوت اخر فراغ اشتغلت فيه. هروح للفراغ اللي بعده على طولة. ابتدي اشتغل. ابتدي تاني اقرر اربعتاشر غرزة عمود. كده واحد وهكمل لغاية ما اوصل لاربعتاشر زي دول بالزبط واوارجع لكم. كده بعد ما اشتغلنا اربعتاشر واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناش تلاتاشر اربعتاشر. هبتدي بقى هنا دولوقتي تاني اكون زاوية من تحت بسيب من تحت كام يا بنات واحد اتنين تلاتة اربعة. وفرقم خمسة بلف الخيط على الابرة. باشتغل في رقم خمسة. انا كده دي اخر واحد اشتغلت فيها واحد اتنين تلاتة اربعة ورقم خمسة بدخل واشتغل عمود بلفة. وبكمل عمود بلفة على كل غرزة بتقابلني. طبعا بقية الغرز اللي بتقابلني هلع يكونوا اربعتاشر غرز لغاية ما باوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده خلاص معانا اربعتاشر عمود زي كل المجموعات اللي فتت. السطر اللي جاي برتفع تلاتة سلسلة بسمنا واحد اتنين تلاتة وهلف شغلي ناحية التانية. انا بعتبر العمود الاول التلات سلاسل دول عمود اول اشتغلته فوق اول فراغ. هشتغل مرة كمان فوق اول فراغ بحيث ان يكون عندي فوق اول غرزة اتنين عمود بلفة. اكده عندنا اتنين فوق اول فراغ. تاني فراغ كمان بشتغل فيه اتنين عمود بلفة. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ وهو اتنين. ارجع اخد سلسلة من فوق هسيب تحتها فراغ من تحت واروح اشتغل عمود بعد كده. ناسيب تحت سلسلة فراغ واروح اشتغل في الفراغ البعض عمود. ده كده عمود. سلسلة هسيب تحتها فراغ وروح اشتغل عمود. ده تاني عمود بعد سلسلة. سلسلة هسيب تحتها فراغ وروح اشتغل عمود يبقى تلاتة. سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل عمود يبقى اربعة. سلسلة هسيب تحتها فراغ وروح اشتغل عمود يبقى خمسة. يبقى كون ده خمسة عمود قبل كل عمود منهم ايه? كان فيه عندي سلسلة. طيب هسيب بعد كده ايه? خلف الخيط على الابرة. من فوق مش اخد اي مسافات هسيب العمود ده والعمود ده. وهسيب كمان العمود ده والعمود اللي بعده واروح اشتغل ايه? عمود بلف. يبقى سبت اربعة عمود. اتنين من الناحية دي وانتنين من الجهة اليسار للزاوية. ورفت اشتغلت عمود. ده اول عمود من الخمسة زي دول بسقب. سلسلة. هسيب تحتها فراغ ورا اشتغل تاني عمود. سلسلة نسيب تحتها فراغ ونشتغل تالت عمود. سلسلة نسيب فراغ ونشتغل رابع عمود. سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل ايه خامس عمود. بعد كده هياخد ايه? هياخد سلسلة. وروح اشتغل في الفراغ اللي جاي. يعني احنا دلوقتي هنسيب بس تحت السلسلة فراغ وروح اشتغل في الفراغ دوت اتنين عمود بلف. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. العمود دوت اللي هو الاولاني من الزاوية دي هسيبه والعمود كمان اللي من الجهة دي هسيبه ومش هشتغل فيه. هروح مباشرة بدون ما اخد اي سلاسل من فوق. هشتغل ايه هنا? هشتغل اتنين عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وروح اشتغل كمان في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد. اتنين. طيب. قبل ما نكمل السطر دوت ونشوف هنكمله ازاي? عاوز اقول لكم على حاجة. تكرارنا للغرزة بتاعتنا بيكون من السطر التاني للسطر رقم ستة هو هو نفس التكرار. يعني انا مسلا السطر الاول بعتبره سطر تأسيس. لكن من رقم اتنين للسطر الاخير اللي هشتغله معكم اللي هو رقم ستة هيكون هو تكرارك لمدة ارتفاعك للمفرش كل. يعني انا مسلا بعد ما اخلص معكم السطور اللي هنشتغلها هتبتدوا تكراروا انتم منين من اول السطر رقم اتنين يعني هتعيدي تاني رقم اتنين بعد السطر الاخير اللي هشتغله معكم هتعيدي اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة. وهكزا. لغاية ما اتخلصي المفرش كله بيتكراري السطور اللي هم ايه? الخمسة دول. نرجع تاني زي ما انا سبت العمود ده زي ما اتفقت هسيب معاكم العمود ده. وهروح فين بقى هروح للعمود اللي بعد اشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ. واحد. اتنين. نرجع بقى تاني نكرر سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل عمود. كده واحد. سلسلة هنسيب فراغ ونشتغل رقم اتنين عمود. سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل عمود رقم تلاتة. سلسلة هسيب فراغ واشتغل رقم اربعة. سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل رقم خمسة. الزاوية لتحت برضا كبير رجع ارس الخيط على الابرة بسيب عمودين من هنا وعمودين من هنا وروح اشتغل اول عمود من المجموعة اللي علي صار من الخمسة اللي هما ايه بعد السلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. سلسلة هسيب فراغ و عمود رقم اتنين كده في المجموعة دي لان اول واحد اشتغلناه خلص. سلسلة ونشتغل نسيب فراغ ونشتغل رقم تلاتة. سلسلة بسيب فراغ واشتغل رقم اربعة. سلسلة واسيب فراغ وروح اشتغل رقم خمسة. الغرزتين اللي جايين عندنا. باخد سلسلة بعد رقم خمسة هسيب الفراغ ده واروح للغرزة دي اشتغل اتنين عمود بلفة. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. وطبعا اول غرزة عندنا كانت تلات سلاسل اللي احنا سيبناهم. ما ننساش في تالت سلسلة باشتغل اتنين عمود بلفة. واحد. اتنين. يبقى زي ما ابتديت باتنين عمود بلفة. فاول غرزة واتنين عمود بلفة في تاني غرزة هو هو برضك اللي ختمتي به. زي ما احنا ايه شايفين? الشكل ده. السطر اللي جاي هيكون كله بغرز الحشو. بارتفع سلسلة واحدة بس ارتفع غرزة الحشو. بلف شغل الناحية التانية. داخل الفراغ الاول هشتغل اتنين حشو. طيب ازاي بنشتغل غرزة الحشو. وبيكون عندي على الابر حلقة. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي حلقتين. هلف خيط واخرج من الماكده واحد. وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين. الغرزة التانية كمان فيها اتنين حشو. واحد. اتنين. بعد كده كل الغرز اللي هتقابلني هشتغل عليها غرزة حشو واحدة. لغاية ما وصل لغاية فين? هسيب السلسلة والعمود ده والعمود والسلسلة اللي بعده. مش هشتغل فيهم خاص. يعني كده هشتغل كده حشو. والعمود اللي بعض فوقي حشو. السلسلة فوقيها حشو. وعمود حشو. واني كل الفراغات اللي بتقابلني بشتغل فيها حشو بس هفك الخيط شوية وارجع لها. حشو. حشو فوق كل الغراز. لغاية ما لقي نفسي وصلت لغاية فين السلسلة والعمود اللي في الاخرانة دي اخر غرزة خلاص قبل السلسلة دي اهيه. وهسيب السلسلة اللي جاية وهسيب العمود وهسيب العمود اللي بعد والسلسلة اللي بعدها. ومباشرة هروح اشتغل اول غرزة حشو عندي في المجموعة دي اهي. انا كده بردك عملت ايه الزاوية اللي بتكون مكاوسة للاسفل. بفضل اشتغل غرز حشو للغرزة اللي هي يعني اخر غرزتين هسيبهما اشتغل بقى في كل الغرز غرز حشو معادي اخر غرزتين لعيني بنشتغلهم بطريقة معين. بقتي انا هنا هشتغل دي حشو اهي وفوق العمود حشو. وفوق السلسلة والعمود وهكزا. بغاية ما اوصل لاخر الغرزتين هنشتغلهم طريقة تانية. طيب الغرزة اللي جاية هشتغل فوقيها اتنين حشو. اما الغرزة اللي بعدها هتجهلها تماما ومش هشتغل فيها بالزبط زي ما عملنا تحت في العمود اللي تحت اللي هي اللي هنا ده واللي هنا. يبقى دي هشتغل فيها مرتين حشو. تزايد واحد وقت نفس الفراغ تاني اتنين. هسيب بقى العمود ده مش هشتغل فيه وهادخل داخل الزاوي اشتغل اتنين حشو. تلاتة سلسلة تنين حشو واحد اتنين. واحد اتنين تلاتة. وتاني في نفس الفراغ واحد اتنين. فارجع تاني اقرة. لغرزة دي مش هشتغل فيها. هروح لل collab ده اشتغل اتنين حشو. واحد. اتنين. وارجع اشتغل بقى ايه? على كل الغرز اللي تقاللني حشوة لغاية ما بوصل. لغاية فين يا بنات? اهو. للمكان ده بسيب سلسلة عمود عمود سلسلة. واروح اشتغل بنفس الطريقة لغاية ايه النهاية. حشوة على كل الغرز. لحد ايه? السلسلة القبلة لعمود الاخير. كده ده اخر عمود هشتغله. كده بقى هنسيب ايه شايفيني السلسلة والعمود والعمود والسلسلة اللي بعضهم اروح اشتغل حشو. لغاية ما اوصل. لفين يا بنات? لاخر غرزتين زي ما ابتدينا اول سطر بالغرزتين الاولانين اشتغلنا عليهم اتنين حشو اتنين حشو. برضك اخر غرزتين هنا لازم يختموا معي باتنين حشو اتنين حشو. حشو فوق كل الغرز. كده دي واحد. واحد. وفضل لاخر غرزتين. كل واحدة فيهم بيكون فوقيها اتنين حشو واحد. كمان مرة في نفس الفراغ اتنين. وطبعا اخر غرزة بتكون تالي سلسلة ارتفاع. اهي. بدخل فيها. واشغل واحد اتنين حشو. ده طبعا الشكل. طيب بالنسبة للبنات اللي هيسألوني اه ازا حابين تغيروا الالوان هنغير الالوان قد ايه? كل مرحلة. يعني بداية من السطر رقم اتنين بتشتغل السطر الاول بلون. وترجع تشتغلي اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة بلون. نرجع نقرر تاني اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة بلون. كل ما هتبتدي تقرري السطور من اتنين لستة بتبتدي تغير اللون بلون مختلف تاني. على حسب بقى يعني كل مرة بتغير اللون هتشتغل بلونين تلاتة اربعة اقصر اقل زي ما انت حب. السطر الجديد بنبتديه بغرزة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة وهتبرو اول عمود عندي. الفراغ الاول بشتغل فيه مرة تانية انا هشتغل فيه مرة كمان. عمود بلفة. الفراغ التاني بيكون فيه عمود بلفة. واحد. وتاني مرة في نفس الفراغ. اتنين. العشر فراغات اللي جايين بشتغل عليهم عشرة غرزة عمود بلفة. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. اصبح كده فيه باقي عندي واحد اتنين مش هشتغل فيهم واحد اتنين مش هشتغل فيهم. هلف الخطة على الابرة وراح مباشرة للي بعدهم. وابتدي تاني اكون عشرة عمود. واحد. زي ما احنا شايفين اهو. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. بقى كده عندي غرزتين. الاخيرة هاسبها مش هشتغل فيها خالص. لكن اللي قبلها هشتغل فيها مرتين. واحد. تاني مرة في نفس الفراغ. اتنين. الغرزة دي مش هشتغل فيها. هلف الخطة على الابرة وداخل التلات سلاسل بدخل وبشتغل اتنين عمود. واحد اتنين. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين عمود. واحد. اتنين. هلف الخطة على الابرة. الغرزة الاولى بسيبها. الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها اتنين عمود. واحد. تاني مرة في نفس الفراغ. اتنين. وارجع اكون عشر عمود. وبكرر بقى اللي انا عملته من البداية لغاية ما وصلت للزاوية دي. هو هو اللي انا بعمله. باخد عشر عمود. بعد كده بسيب واحد اتنين تلاتة اربعة. واروح باللي بعدها ابتدي اكون عشرة عمود. وبعد كده بروح اشتغل اخر غرزتين فوق كل غرزة منهم اتنين عمود بلف. هكمل لنهاية السطرة وارجع لكم نرجع نكمل مع بعض تاني. رجعت لكم تاني وسطر اللي جاي بيكون معايا في آآ طبعا بالنجمع ما بين غرزة البف وغرزة العمود بلفة. بعض الاماكن هشتغلها بغرزة البف وبعض الاماكن هشتغلها بغرزة العمود بلفة. اول غرزتين بشتغل فوق كل واحدة فيهم اتنين عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة واعتبر عمود بلف شغل الناحية التانية. فوق نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلفة. يبقى كده اتنين فوق اول فراغ. تاني فراغ برضك اتنين عمود بلفة واحد. كمان مرة اتنين. بعد كده هبتدي اشتغل غرز بف. بس هشتغل خمس غرز بف. هسلسلة هسيب تحتها فراغ. اهو. وهلف الخيط على الابرة بسيب تحت سلسلة فراغ وروح اشتغل غرزة بف. ادخل اسحب الخيط واخرج. واسحب الخيط لفوق. تاني مرة الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مرة بلف الخيط على الابرة ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. اربع مرات رابع مرة بك بلف الخيط ادخل من نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. اربع مرات بلف الخيط وادخل ولف الخيط واخرج بيكون معيها الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هلف الخيط واخرج من تمانية. بقى عندي الحلقة اللي طلقت بيها والحلقة الاساسية على الابرة. هلف الخيط واخرج منه. سلسلة. هلف الخيط على الابرة. هسيب تحت السلسلة فراغ واروح اكون غرزة بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. الف الخيط واخرج من تمن حلقات. اتبقى اتنين. هلف الخيط واخرج من. سلسلة دي تاني واحدة واتفقنا. هنكون كام? هنكون خمسة. هسيب تحت السلسلة فراغ وكون غرزة بف. كده اربع مرات. هلف الخيط واخرج من تمن حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. سلسلة. هلف الخيط على الابرة. هسيب فراغ واروح للغرزة. طبعا اللي بعدها اكون رابع غرزة بف. سلسلة هسيب فراغ واروح اكون خامس غرزة بف. والاخيرة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كوننا خمسة غرزة بف. باخد سلسلة. لا افهم يا بنات. انا هنا دلوقتي هروح اكون الزاوية فمش هاخد سلسلة. هسيب انا رجعت السلسلة زي ما احنا شايفين. هسيب بقى واحد اتنين من هنا وواحد اتنين من هنا وهلف الخيط على الابرة. نسبت الغرزتين دول والغرزتين دول. وهروح اكون اول غرزة بف ايه? من المجموعة اللي على اليسار. يبقى بعد غرزة البف على طول مش هناخد سلسلة ونروح نكون غرزة البف اللي بعدها على طول. بس بعد البف دي بقى هاخد سلسلة. الف الخيط هسيب فراغ واروح اكون بف تاني واحد. دي كده تاني غرزة البف بعضية سلسلة بس يفرغ تحتها وكون رقم تلاتة. سلسلة ونسيب فراغ ونكون رقم اربعة. سلسلة هسيب فراغ وكون رقم خمسة. بالشكل ده اهو. بعد رقم خمسة هنعمل ايه بقى? هنا بقى هاخد السلسلة. هسيب تحتها فراغ. هلاقي عندي بقيلة عمودين. هشتغل في العمود ده اتنين عمود بلفة. واحد. امان مرة في نفس الفراغ. اتنين. وهسيب العمود ده مش هشتغل فيه. هدخل هنا في الزاوية. اشتغل اتنين عمود. تلاتة سلسلة اتنين عمود بلفة. واحد. اتنين. واحد اتنين تلاتة. في نفس الفراغ. واحد. اتنين. برجع. برجع تاني. الف الخيط على الابرة. بسيب العمود ده وروح اشتغل هنا عمودين. اتنين في نفس الفراغ. ارجع اخد سلسلة وهسيب تحتها فراغ واروح اكون غرزة بف الاولى المكونين طبعا من الخمسة اللي احنا بنشتغلها. ده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بافسلسلة بافسلسلة بافسلسلة. نفس اللي اعملناه في المرحلة الاولى دي. يعني احنا بص احنا عندنا هنا ده تكرار. وده التكرار التاني او المضعفات التانية. زي ما اشتغلنا هنا لغاية ما وصلت لي هنا برضك هشتغل هنا بنفس الطريقة. في النهاية خالص بيكون عندي اخر غرزتين. بشتغل فوق كل غرزة منهم اتنين عمود بلفة. في المكان اللي في المنتصف هنا بيكون عندي طبعا اخر غرزة باف. بس يبعمودين بعدها. وعمودين في الجهة التانية وروح اشتغل غرزة الباف. ما فيش ما بينهم اي سلاسل. وبكمل لغاية ما ارجع آآ ارجع لكم تاني بعد ما خالص السطر نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكررنا نفس الخطوات اللي عملناها هنا هي هي. السطر اللي جاي هو السطر الاخير بالنسبة لنا. وبعد كده ببتدي السطر اللي بعده اقرر من اتنين لستة من اتنين لستة من اتنين لستة لغاية ما توصلي لنهاية المفرش او السطارة او الشغل اللي بتشغلي. اول غرزة بيكون فوقيها غرزتين عمود بسم الله واحد اتنين تلاتة وهعتبرها اول غرزة. وفي نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلفة. والغرزة اللي بعدها كمان اتنين عمود بلفة واحد. اتنين. يبقى اول الغرزتين فيهم تزايد. وبعد كده هكون عشرة غرزة عمود. كده واحد. والنا بعده كمان واحد. بقى اتنين. هيقابلني السلسلة هشتغل فوقيها غرزة. تلاتة. غرزة البف فوقيها غرزة يبقى اربعة. غرزة السلسلة فوقيها غرزة يبقى خمسة. البف فوقيها غرزة بقى ستة. السلسلة سبعة. البف تمانية. سلسلة تسعة. البف عشر. بعد ما كوننا عشرة غرزة عمود بلفة السلسلة والبف والبف والسلسلة اللي بعدهم مش هشتغل فيهم والف الخيط على الابرة واروح بعد كده اشتغل في الغرزة اللي بعدها. دي غرزة البف اهي كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. بعد ما كونت عشر عمود الغرزة اللي جاية هشتغل فيها اتنين عمود بالف والغرزة اللي بعدها مش هشتغل فيها خالص زي ما احنا عارفين. فكده واحد. في نفس الفراغ. اتنين. هالفو خطع الابرة. الغرزة دي هتجاهلها مش هشتغل فيها. اروح بس هشتغل في السلاسل زاوية مكونة من اتنين عمود. تلاتة سلسلة اتنين عمود بلفة واحد. اتنين. اتنين تلاتة. كمان ما عارف نفس الفراغة. واحد. اتنين. وبرجع اقرر بسيب العمود ده مش هشتغل فيه. هروح اكون اتنين عمود بلفة واحد. اتنين. بعد منهم ببتدي اكون تاني بقى عشر عمود. وفي المكان دوت بسيب سلسلة بف بف سلسلة وارجع اكون عشر عمود. وفي اخر فراغين بشتغل اتنين عمود بلفة اتنين عمود بلفة. زي ما قلت لكم بعد كده ببتدي اقرر من السطر رقم اتنين يعني واحد اتنين تلاتة. اه احنا كده اشتغلنا كم? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هكرر من اتنين اتنين ورقم تلاتة هو هو غرز الحشو مش باين طبعا بس ناخد بالنا. يبقى اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هما دول الخمس سطور اللي بتبتدي بتبتدي تفضلي بقى تقرري فيهم. تغيير الالوان يرجع لك. تقدر يتغيري مسلا السطر اللي فيه غرزة البف والسطرين اللي قبله اللي هو طبعا العامدة والحشو. تقدر يتغيري في كل مرحلة. تقدر يتغيري اه في اكتر في اقل. يعني غير الالوان زي ما انت حابة اعملت تدريجات اللي انت حباها. كمية الالوان اللي حابة تستخدميها برضك. دي كانت فكرتي النهاردة. وبكرر طبعا زي ما احنا عارفين. لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. اتمنى اني فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم. واستنوني في فيديو جديد من وين. وتنسوش تفعلوا زرار الجرش نسالكم مني كل جديد. وان شاء الله في الفترة او المرحلة اللي جاية انحيانا ربنا بازن الله. هنزل معاكم مجموعة كبيرة من آآ المفارش الجديدة بازن الله لموسم الشتاء الجديد كل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.